بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى ما زلنا في حلقة يوم السبت دايما بنتكلم عن أصحاب السعادة مين أصحاب السعادة؟ الزجين لأن احنا متصورين أن الناس راح تتجوز عشان تعيش مرحلة جديدة من مراحل السعادة في حياتها ولكن بيبقى بعد ما تكلمنا عن اختيار شريك الحياة بيجي بقى سؤال ملح قوي في المرحلة دي احنا خلاص اخترنا شريك الحياة حد يجي يقول بقى هو ضروري يكون الجواز عن حب وهل الجواز عن حب ممكن يكون حرام؟ هنا بقى لازم نقف شوية ونسأل ايه هو معنى الحب هو معنى الحب أن الناس لازم تعاملهم مع بعض ويكون فيه تجاوز؟ الجواب لا الحب هو ميل القلب والحب عاطفة رائعة وجميلة ولازم بالعكس دا احنا بنحفز الناس أن كل ما كان فيه حب ما بين الزوجين كل ما كان أحسن بس مش معنى كده لو الحب مش موجود يبقى ما فيش جواز لا احنا لازم نفهم القصص بقى بقى واحدة واحدة لأن الكلام في المنطقة دي كلام مهم ايه معنى أن يكون عن حب لو فيه قبل جواز حب ايه ضوابته وايه المعايير اللي احنا لازم نلتزمها عشان الحب دو تيبقى حب يوصل الناس أن هم يحافظوا على بعض ويبقوا المسألة فيها عفة وهل الجواز اللي مش عن حب بيفشل فيه تحديات لكل نمط من أنماط الجواز فيه تحديات الجواز عن حب فيه تحدياته وفيه تحديات الجواز عن ترشيحات اللي اصطلح الناس عن تسميته جواز الصالونات تعالوا بقى انك بص بشكل واضح الجواز لازم يكون عن حب لا الجواز لازم يكون عن قبول ايه معنى القبول ان يتحقق فيه الحد الأدنى من المتطلبات ولا يتجاوز الخطوط الحمراء في الاختيار ده يبدو الكلام ده حلو أول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا في الاختيار كلمنا عن ده قال تنكح المرأة لجمالها وحسبها ولمالها وجمالها وحسبها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يدك وكأن الدين متطلب من المتطلبات الأساسية اللي احنا ما ننفعش نتجاوزها وما ولا بأس يكون باقي المتطلبات التلاتة موجودة فعلمنا حضرت النبي ان يبقى فيه اشتراطات أساسية في اختيار شركة الحياة واشتراطات أساسية في المسألة دي لو حققت الشراطات الأساسية وما تعدناش خط من خطوط الحمراء يبقى هو ده معدن القبول يبقى واحدة عندها خطوط حمراء زي ايه مثلا؟ ما يكونش الشخص ده اللي لابد ان يكون متدين طب وإيه اللي حاصل؟ طب هو عندها لو الشخص ده بيبقى بيشرب مثلا لا ده خطة أحمر الشخص ده بيعرف ستات لا ده خطة أحمر يبقى أول حاجة لازم نعرف الخطوط الحمراء بتاعتها ايه في الاختيار عشان لو هي بتحب وهي متجاوزة الخطوط الحمراء دي بقى هي بتدخد على نفسها بتكذب على نفسها هيبقى هنا في تحديات كبيرة وهتبقى ساعتها حاسة أن هي بتضحي وبتستهلك نفسها وما انتفعتش بحاجة وعشان كده لازم مثلا من المتطلبات الأساسية ده الخطوط الحمراء طب وإيه مثال المتطلبات الأساسية عايزة شخص مسؤول أو عايزة شخص حنين أو هادي فدي متطلبات أساسية بس فيه تلت صفات أساسية بتحكم العلاق والتواصل والتعامل مع المشكلات اللي هي ايه بقى لازم نعرف ازاي هو بيصون العلاق يعني ازاي بيصون العلاقة اي حد هو ما عندوش متطلبات أساسية انا برشح له تلت حاجات اول حاجة تشوف هو ازاي بيصون العلاقة احنا نتجوز وبعد كده ازاي بيصون العلاقة شوف حظة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع كوم زرع غير اني لا اطلقه بيصون العلاقة وستيامة العلاقة فيها حاجتين مهمين اول اول حاجة التعبير عن الحب لازم نعرف هو بيعبر عن الحب ولا لا لان بعد الجواز هيبقى اللي بيخلي الناس تصبر وتعيش وتسعد هو التعبير عن الحب والحاجة التانية المسندة يبقى صيامة العلاقة العلاقة ما لها فيها حاجتين التعبير عن الحب والمسندة حتى حظة النبي في الاشياء اللي هم مش هيرا في سند فيها كان بيسند ازاي السيدة عائشة تقول وارأساه دي ما بيوجعاه حظة النبي يشوف المسندة بيقول بل انا وارأساه يا عائشة اه يبقى لازم بيقى فيه المسندة يبقى اول حاجة لازم نتأكد فيها ومن المتطلبات الاساسية ان الشخص يكون بيصنع العلاقة على فكرة المرأة والرجل برضو المرأة تكون بتعرف تعبير عن الحب وبرضو تكون قادرة على المسندة فيبقى اول حاجة صيانة العلاقة الحاجة التانية لازم نعرف هو قادر ان هو يكون مسئول ولا لا مسئول يعني ايه عارف الادوار الزواجية هو عارف يعني ايه زوج وهي عارفة يعني ايه زوجة والشخص هو عارف يعني ايه زوج بيبقى حاجتين بقى هو عارف دور الزوج ان هو الحامي المساند الراعي وفي نفس الوقت بيدير يقدر يدير المسئوليات الاقتصادية ده بالنسبة للراجل طب بالنسبة للست حاجة مهمة جدا جدا هي كمان عارفة دورها كزوجة ان هي دايما بتخفف عن جوزها وبتشاركوا اعباء الحياة وبتقوم بالاقتصاد المنزلي يبقى ده مهم جدا 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 يبقى عارفنا يعني ايه زوج مسئول ويعني ايه زوجة مسئولة الحاجة التالتة بقى يبقى اول يبقى ده مطالبات الاساسية التالتة اول حاجة ازاي بيصونوا العلاقة تاني حاجة ازاي بيتحملوا المسئولية تالت حاجة نمطه ازاي في حل المشكلات ونمط الاساسية في حل المشكلات بيبقى قايمة على حاجتين اول حاجة الحوار بتاعه شكله ايه بيسمع بعض ولا لا ويهي داني الحاجة التانية ما بيمسكش في السلوك العريانة بتاع الشخص ده يعني ما يوجعش ما يقزيش لما تكون في مشكلة اوعى ولما يكون في مشكلة يكون بيقزي او بيوجع طب ده هيعمل ايه بقى هيعمل مشكلات ضخمة في البيت وعشان كده لازم نعرف ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان ما يمسكش السلوك العريانة قال ايه قال اقدلكم على الشيء ان فعلتموه تحببتم افشوا السلامة بينكم لازم لما تكون في مشكلات ده افضل وقت تحسس شريك حياتك بالامان لو عملت ده انت بتعمل حاجة مهمة جدا جدا طب وقبل الجواز لازم لما نيجي الناس تختلف من بدري نتدرب على ان انا اأمن شريك حياتي اأمن خطيبتي واحنا بنتكلم اأمن خطيب واحنا بتكلم ان احنا مش هنقزي بعض ونتعود ونتدرب على ده طب علي شريك الحياة محتاج يعرف كل حاجة عن شريك حياته قبل الارتباط هنا بقى واقعة مهمة قوي قوي لازم نعرف ما ينفعش يا سادة نستسلم الى حب التملك حب التملك ده بيبتدي من قبل الجواز الاكذوبة اللي بنقولها البعض ان لازم كل واحد فينا في الجواز يعرف كل حاجة عن شريك حياته كلها حتى الخصوصية اللي بينه وبين ربنا حتى المعاصي ده حاجة مريرة ده جواز مش عبودية فعشان كده الجواز مش علاقة فيها عبد بيسلم نفسه للإله لكن الجواز علاقة من بين اتنين بيعيشوا مع بعض وهو هيعيشوا مع بعض كمان في المستقبل في مجموعة أشياء تاجب على المسلم ان يخفيها زي معاصي اللي بينه وبين ربنا وما يكشف سيسات ربنا عنه أبدا لأن كشف الساتر عن النفس حرام أنا بقول كده ليه أسأقول لكم قصص بقى كتيرة جي حد ارتكب معاصيها في ظل الشفافية بقى اللي هي مش شفافية هي فضيحة واحد بيفضح نفسه واحدة راحت قالت له والله أنا كنت أعرف حد تاني وحصل بعض التجاوزات بينه وبينه فأول خطيب مشي تاني خطيب بقى قال لها إيه رودة عن نفسها إحنا عايزين كده إحنا عايزين كده ولعايزين الشباب لما يجوا يتكلموا يتكلموا بفخر على أنهم رجالة ما قطعين السمكة ودلها خصلتين لازم نمتنع عنهم خصلت الفطحة عند البنات المخطوبات وخصلت التباهي بأنه قطع السمكة ودلها الاتنين كشف لستر الله عن العباد لازم نبطل الخصلة دي تب فيه حد يقولي تب ما أنا هتخدع هو مين قال إن أنت هتخدع هو الراجل ده لما هتروح هتسأل عليه البنت دي لما تسأل عنها هتلاقي سمعتها إيه؟ سمعتها كويس؟ طيب هل بقى الشخص اللي أخطأ وتبقى إلى الله ده ينفي عنه الشرف والعفة؟ الجواب لا الأخطاء المستورة لا تنفي عن الناس الشرف والعفة يا سادة يعني فكرة إن إحنا اللي يرتكب خطأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قاله لقد تابت توبتا لو وزعت على أهل المدينة وفي رواية لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفته إيه اللي إحنا بنعمله في نفسنا بنفسد حياتنا إحنا دخلنا نفسنا دلوقتي إن كتير من الناس اللي بيجوزوا أقول لكم بقى اللي أنا بشوفه في اللي شاية الزواج إن دلوقتي بنات بقيت الكلام دوات وبقى الأولاد بيقولوا مع طبيعي إحنا لازم نشكل إن خلاص اتضح إن بنات كتيرة عندهم تجارب قبل الجواز يا جماعة أربعوا على أنفسكم انتقوا الله ما تكشفوه الصدر الله سبحانه وتعالى حتى الزوج مع زوجته في أسرار ما ينفعش إن هو يكشفها يعني نفترض إن الزوج دلوقتي طلق زوجته لا يجوز إن هو الأسرار اللي بينهم يكشفها لإن لو كانت هي زوجته ده عرضه ومن تتبع عورة مسلمين تتبع الله عورة أو بالمناسبة أنا عندي إن الشخص اللي بيروح يتتبع عورات الناس المستورين هو بيتتبع عورات المسلمين والله يتتبع عورته فيجي واحد يقول لي طبعنا مش معقول أتجاوز حد يا أخي ما هو مستور رحاة وتايب وأخلاقه جميلة وجاي الفل تروح جايب له الخطأ اللي عنده ده عشان يحس إنه خلاص المعصية اللي عملها وتابعا نها وربنا ستروا فيها بتجري وراء وكأن ربنا خزله بعد ما تاب يبقى الجواز لا يبنى على المحاسبة ولكن يبنى على المودة والرحمة والمحبة والكذب كبيرة والزنة كبيرة فهل نحاسب على عدد مرات الكذب اللي كذبناها؟ أسألك سؤال طب واحد كداب هو بيجي يقول كم مرة هو كذب فيها بس ده غير ده ده غير ده إيه؟ دي كبيرة وده كبيرة فالتفتيش وراء شريك الحياة هو أفضل طريقة للوسوسة وعلى فكرة فيه ناس كتير مرضى بده يبقى كشف الستر عن العلاقات قبل الجواز ممكن يجعل الشريك الجديد يساوم شريكه ويبتزه بس ممكن كمان يعمل ايه؟ يفضل الشريك ده محل نقص واتهام ويجعله دايما في حالة صغار وإحساس بإن فلان ده مش ينفع يرب عيال موظم الحالات اللي شفناها للشركاء اللي حكوا تجاربهم السابقة قبل الجواز للشركاء كانت النتيجة إن الشريك مقدرش يتحمل ده أو مقدرش يكمل الحياة الزوجية وتحولت الحياة الزوجية إلى جحيم دايما هو بينظر لها بهذه النظرة السيئة يا سادة لازم نعرف إن علاقة قبل الجواز مش علاقة تسليم النفس للشخص لازم يفضل فيه خصوصية طب نعمل إيه عشان نعمل ده؟ لازم نبقى متوازنين جداً جداً إحنا ما بنتجوز ملايكة والستات ما بتتجوز ملايكة إحنا بنتجوز بشر وعشان نتجوز بشر تعالوا زي ما قلنا أول إجراء ما ترميش مسؤولية الجواز على حد أنت حدد الخطوط الحمرة وحدد المتطلبات الأساسية أنت مش هتتجوز واحد عنده علاقات اللي انت شايفاه لكن مش هتضطري تعمله عنه تحريات وتروح يتدوري تجيبي حد يجيب مكالماته التليفونية ولا حد آه ده يبقى نمط عندك في حياتك كلها كده ويمكن ده يكون أحد أشكال الكبائر اللي انت بتعمليها ما تعمليش كده إيه ده أنا خايف من الخديعة يا سيدي هو بدل مستور للحال فهو مستور للحال أن انت تروح لشريك الحياة وتعتبره شخص متهم مش هي دي الطريقة المناسبة للتعامل مع شريك الحياة يبقى بدل هو مستور للحال يبقى الحمد لله يبقى هو ما تعداش الخط الأحمر لكن في حد أنا عندي خط أحمر تاني أنا مش عايز وحدة مثلا من الخطوط الحمر اللي عندي مش عايز وحدة عندها مثلا أصدقاء شباب يسفروا مع بعض لوحدهم ده خط أحمر عندي خلاص يبقى كل شركاء الحياة بيقولوا لبعض الخطوط الحمر أنا مش هقدر يبقى عندي حد في البيت مش من أهل زوجتي يبقى أسراري معاه ما عنديش الفكرة دي فكرة أني فيه حد رجل موجود في حياتي مع زوجتي تقول الخطوط الحمر دي بشكل واضح الحياة التانية لازم كل واحد فينا يحدد المتطلبات الأساسية ونقيس ده من غير ما نعمل إيه؟ من غير ما نعمل أي نوع من أنواع التجسس وأي نوع من أنواع الأعمال اللي في الحقيقة بتخلينا ننتكب الكبار وننتكب المحرمات ده أول حاجة حاجة التانية أنت بتتعامل عشان توصل لدرجة الحب بعد القبول لازم نعرف أن القبول وحده كافي أننا نتجوز مش هقولك زي ما بتقول الأبحاث اللي هي في الحقيقة لم تصل إلى الأبحاث الكبيرة اللي بتقولك أني في الغالب حالات الطلاق في الجواز اللي فيه اللي كان عن حب أكتر من حالات الطلاق في الجواز اللي ما كانش عن حب ولما جوم يعليله ده وتقاله تلات تعليلات هقولك التعليل الأول منهم بس التعليل بيقولك إيه؟ لأن الجواز عن حب بتبقى سقف التوقعات عالية هل معنا كده بنقول للناس ما تتجوزوش عن حب؟ لا طب أنا بقول كده ليه؟ عشان الناس تعرف أن الجواز عن قبول مش معناه أنه هو جواز ناقص طب بقول كده ليه؟ لأن في ناس كتيرة من تحدياتهم لما بيتجوزوا عن قبول بيبقى عندهم تحدي إيه اسمه وتحدي إيه؟ البحث عن الحب فتبقى في علاقات تانية لا أنت قد تزوجت تزوجة زواجا كامل زواجا تام الأركان زواج ينفع أن الواحد يكمله مدى الحياة ليه؟ لأن يعني بتنتقل بعد الجواز إلى نوع تاني من الحب اسمه إيه؟ الحب الحياتي لأن فيه الحب الرومانسي ده احنا ابتدينا به العلاقة لكن في السيانطة العلاقة عن ابتدي بالحب الحقيقي اللي هو فيه إيه؟ فيه أمان وفيه اهتمام وفيه احترام وفيه تأدير يبقى احنا لازم نعود نفسنا على ده إن الحب اللي بعد الجواز غير الحب اللي قبل الجواز ولذلك تلاقي ده وتوضع أوه في الستات الستة عايزة رومانسية فتيجي لزوجها ويقول لها وهو ما بيعرفش غير يتكلم بس لكن هو أنا مش حاسها بأمان معاه هو بيقول كلام حلو بس أنا الجواز مش كلام حلو بس ولذلك لما تسمع عبارة ليس بالحب وحده يكون يحيى الجواز يحيى الزواج اعرف ان ليس بالحب الرومانسي بس لكن الحب الحقيقي اللي هو امان واهتمام واحترام وتأدير هو ده اللي بنقدر نكمل بيه الجواز وعشان كده لازم من اول خالص نبقى حطين زي ما قلنا الخطوط الحمراء والمتطلبات الاساسية ونكمل كمان ان طول ما احنا بنبحث عن القواسم المشتركة وبنعيش بالقواسم المشتركة كل ما الجواز ده بينجح لازم نعرف ان احنا متنوعين لكن الاختلاف يوصلنا للإئتلاف يا رب دايما نجعلنا ممن يحسنون ادارة العلاقات مع التنوعات وجهنة يا ربنا نرى حياتنا دائما مغموسة في الهبات اكرمنا يا رب وجعلنا ممن يحسنون الاختيار بان نكون مع انفسنا دقيقين اصحاب معايير ونكون ايضا واضحين وصادقين وايضا نكون مستعدين للتغيير الى الاحسن دوما يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نويبع لأسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت نجاوب عليها وكمان بنتلقى عليها كمان تعليقاتكم وكمان ترشحتكم عشان نكون أفضل ودائما نكون في ساحة مولانا سبحانه وتعالى ونكون حريصين على الإحسان معانا أول سؤال أستاذة مونة من القاهرة عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك الشيخ حامي ليك نعمة وفضل الحمد لله وحضرات طيب وحضرات طيبة يا فاندي بس حضرتك أنا سنة أربعين سنة وعنتي بنتين أربعة عشر وخمشوار سنة ويبناتي متفوقين وبناتي متفوقين بيني وبين جوزي على طول مشاكل وتعمل المواسس من نحياتي ويعملني بزدوه وحش ومستقو علي قوي كماني والدي متوفي وماليش الأخ ما بحبيه حش أنا أحكي له على كل حاجة ومعايا بناتي على طول مشاكل ويهنني قدامهم والبنات بتزعل علي وانقلت للإهانة أن البنات عايزة تهينه وأنا قللهم أبوكو كويس أبوكو مش عارف إيه بس أنا أتعيبت يا شيخ تعيبت بالمعاملات وصدوف اللي مش كويس مش عارف أعمل إيه شيخ هل أنفصا أنفصا عنه وغب بناتي طيب هو اللي أنت فيه ده كان قابل الجواز موجود يعني ده من أول الجواز أنت بقالك كم سنة متجوزة كم؟ خمستاشر سنة على الحاجة خمستاشر سنة طيب يبقى أنت بقالك خمستاشر سنة مش كده أيوة طيب هل ده كان من طول حياتك ولا ده تغير في آخر الوقت؟ لا ده كتير من حوالي كده سبع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين هو أكبر منك بخمس سنين ولا بست سنين؟ إثنى سر سنة طيب خلاص إحنا دلوقتي في أزمة منتصف العمر هو الراجل في أزمة منتصف العمر فالحل الوحيد هو أن إحنا لازم يقعد مع أحد ويفهمه الأثار السيئة لده على أولاده لازم يجي يقوله على فكرة ده عيعمل مصيبة في تعاملك مع أولادك الأولاد دي هتروح يحتويها حد تاني وإن اللي بيحصل ده حرام لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول فيقوله كده اللي بيحصل ده هيضيع ولادك ولو ضع ولادك أنت ساعتها مش هتحس بأي حاجة الأسرة كلها تروح فأنت لازم تتقل الله سبحانه وتعالى فلازم يقعد مع حد حدي كل كلمة عليه طيب ما فيش نروح للمتخصص بس هو لازم حدي يكلمه لكن تركه هكذا بدون مواجهة وبدون وقفة الأمور عاد سوء ليه؟ لأنه في الفترة الحالية ديت هو شايف إنه هو عايز يتخلص من الأعباء ويعمل فيها عصفور ويطير أنا مش بتكلم بتكلم على الحالة بتاعة النمط اللي احنا فيها ده المشاكل دي لأنه هو حاسس إنه هو ما بيحصلش رغبته اللي هو عايزها هل ده مبرر؟ لا ده تفسير مش تبرير وعشان كده لازم يقعد مع حد والحد ده يكلمه ويعرفه الأثار السلبية لللي بيحصل ده جداً بس أنا بالنسبة للحضر أنا لازم لازم توقفي تلات حاجات بتعمل للالتهاب يعني بتزود الحاجة سوءاً نتوقف نتوقف عن الانتقاد ونتحول من الانتقاد إلى فكرة إن إحنا عايزين نبقى سعداء مع بعض وتعالى وأساعدك لو إن إحنا تكلمنا واتفقنا على حاجة أو عيدك اللي إحنا أنساعد بعضه ونعملها حاجة تانية توقف عن اللوم ونقلل اللوم ونقلل الشكوة التلات حاجات ديت هو اللي دايماً بيستدل بيها الرجالة على إن هم يتخلوا عن مسؤوليتهم أصل البيت مليان نكد آه طب والبيت مليان نكد سيبه وتمشي آه البيت مليان نكد قعد وكفف منابع النكد خليك راجل وأدي مسؤوليتك وحافظ على بيتك حلوة أو البيت مليان نكد وخلاص لما بيقول البيت مليان نكد بنبع عارفيني السيناريو اللي هو ماشي فيه ايه فاتق الله فأنا بقول زوج حضرتك يقول اتق الله ولازم يراجع نفسه لأنه ما براجعش نفسه هيقع في اسم ويقع في كبيرة وعشان كده يتق الله سبحانه وتعالى معنا أم عادل السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا فند لو سمحت يا فند أنا معي أربع أولاد نعم اتنين في الجامعة واحد فيه مسماجة ربناها خلص هياخد البكاريوس السنادي يبقى كده متجاوزة متجاوزة من تلاتة وعشرين سنة مسلا أعمى أربعة وعشرين سنة طي ومعايا بنت سنوية عامة وبنتنا في إعداجي يعني انا معايا زوجي على طب بيهني وبيشتمي شكايا من جرحة لا حاول اخط فأنا في الاول بيتسكت اسكت اسكت ما بقىش هتكلم اه ده الغلطة بقى بس بعد كده بقيت ما بقيتش قادرة بقيت خلاص هو المسألة مسألة يا سادة خليني بس قاعد معاك واكمل معاك السؤال يا سادة أي وحدة زوجها يحاول ويعنفها يضربها أو يتكلم معها بأكلمات غير مناسبة توقفه ما تسمحلوش بدا لا شرع ولا دين ولا أخلاق ولا بيئة تسمح بدا ما تسيبوش المسألة تستفحل يا جماعة وبعد كده نشتكي مش بلوم حضرتك لكن أنا بقول لكل الناس ما تسمحوش بده عشان ده حرام ما فيش حد يرضى أن عرضه يسب أو ما حدش يرضى أن واحد يضربه يضربه ليه أنا لما بقفه بقفه عشان الأثار السلبية اللي بتبقى على الأسرة وعلى الأولاد فلازم نوقف الناس دي مش لأننا بندعو الناس للصدام بندعو الناس للإحترام هذا ليس دعوة للصدام ولكن دعوة للإحترام أستاذ المعادل تفضلي كميلي أنا يا فندي بقت 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 فترة الأخيرة بقت يشتم أرد عليه هترد عليه بشتيمة؟ لأ يعني مثلا أقول له عشان أنا مثلا عايش معك فانيا كيفية كذا لأ غلط غلط فأنا مثلا يضربني أروح زقاء كده خلاص بأفضيه طيب فين السؤال بقى؟ خلاص أنا تعبتي فأنا أنا أنا درسي مش قادرة تحمل عيشة معاه فين السؤال؟ أنا مش قادرة تحمل عيشة معاه فأفية عليها لهم لو سبته؟ ما قدرش بصوا جماعة لأنا بقدر بصوا المفتي لا يفتي في مسائل الطلاق على الهوى ليه؟ لأنه في شوية تفاصيل وكمان ما يعملش استشارة في حد بيقول له اتطلق ولا لا غير لما يشوفه الاتنين ليه بقى؟ آه الكلام اللي انت بتقول لي ده صحيح بس احنا عايزين نعرف هو عنيف ليه؟ انت بتبرر له العنف أظن الكلام اللي أنا قلته من شوية بما بررش العنف بالعكس أنا بادعو الناس ان هي تقوم العنف بس في حاجة تانية مهمة ان احنا عايزين نحل مشكلة من جزرها مش عايزين نعمل اجراء فقط وبعدين انت تتطلقي فيرميلي كعيالك الأربعة ونبتدي حياة ولا عايز بالله مأساوية أنا شايف لا ما تتطلقيش وتعالي على مركز الإرشاد الزواج بدر الإفتال المصرية ونشوف الحكاية ايه؟ بعد الفاصل نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة صفى من دوميات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالين ودعي لكم دعاء طيب تفضلين يا شخصنا فيه صورة اللي هي صورة كله والله أحد اللي كان فيه صحابي مصتحابة بيحبها يعني وأدخلته الجنة طيب سمعت بعض العلماء بيقولوا إن إحنا نقرأها بعد الصلاة بعد كل رقعة نقرأها بعد الأربع رقعات ولا في رقعتين الأولانيين يعني قصدك نقرأها بعد الفتحة في كل رقعة؟ بعد الصلاة كله والله أحد طيب تفضلي يعني هو بيقول إن نقرأها بعد الصورة في كل رقعة طيب كملي اللي السؤال البعد السؤال اللي بعد صلاة التوبة نصليها كل يوم ولا كل ليلة حاضر أجاوب حضرتك وأدعلكم يا رب سلمكم من كل سوق وأكتب لكم النجاة وأرضوكم حصن الظن به ونول لكم الطريق المستقيم اللهم أثبتكم على الحق والإيمان وأجركم من عذاب النار واجعلكم مع الأبرار ووسع عليكم بالرزق الحلال في كل مكان يا ربي يا كريم أحفظكم ومن عليكم برؤية الحبيب وتطفق لكم كل أعمال الخير واجعلكم من المقدسين يا رب العالمين آمين جزاك الله خير يا أستاذ الصفاء إحنا السؤال الأولاني أنت بتسألي هل مسألة إنه هو من المستحب إنه نقرأ سورة الإخلاص في كل رقعة لا هذا لم يرد ولكن إذا فعله الإنسان لا تبطل صلاة يعني إذا كان مع كل سورة هيقرأ سورة الإخلاص لا بأس هي اللي خلى الناس نمى إلى نمى إلى نفسها كده إن الصحابي كان بيعمل كده يعني الحديث كما ورد في الصحيح كان يفعل هذا في الصلاة يعني هو كان يقرأ بسورة الإخلاص مكان السورة في كل صلواتي فهم راحوا اشتاكل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال توني به فقاله انت ليه بتقرأ بقوله الله واحد في كل الركعات وفي كل في كل الصلوات يعني في الصلوات في الركعات اللي فيها الركعات الصلوات الربعية والصلاة والصلاة المغرب فقاله لأني أحبها قال فأخبروه بأن الله يحب فهو لأنه كان بيعمل كده مكان السورة مش كان بيقرأ الإخلاص مع السورة ولذلك لو هو فعل كده صلاته لا تبطل لكن ده من المستحب لا ما وردش بيها أنه من المستحب أنه يعمل كده في كل راكع من كل بعد قراءة السورة لا ما وردش أنه يعمل كده لكن لو فعل كده عشان بس المسألة لو فعل كده هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته لأن القرآن لأن الصلاة فيها تلاوة القرآن السؤال الثاني هو صلاة التوبة صلاة التوبة صلاة يصليها الإنسان لما يحدث له من قلبي عندما يحس بأنه يحتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بعض الناس بيصليها مرة في الأسبوع ومرة في الشهر ومرة في السنة وكثير من الناس بيصلوها مرة كل يوم فده كل جائز وليس فيها أي مانع فيمكن أن تفعل هذا وليس هناك أي مانع معنا الأستاذ مصطفى من المنوفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عم الدكتور عمر ربنا يبارك فيك الله يرضى عنكم يا سيد بالنسبة للعلاقات الزوجية يعني أنا بسمع دايما رأيك جميل جدا وممتاز ولكن ليها ملحوظة مع الستغيارة يلا يتوضل يتوضل بقى لي أسبوعين ثلاثة عايزة أتصل بحضرتك أو أقول لك والله على رأس الله يكريم مسألة يعني الخلافات الزوجية اللي بنسمحها دايما ما حضرتك ياريت شد من حديد على أم الزوجة لأن تلت تربع أو تسعين في المية من مشاكل الحياة الزوجية بتبقى أم الزوجة ديت ممكن تبقى يعني متواطئة هنقول مثلا متواطئة بتيجي في صف بنتها كلام الحياة حلو أول متواطئة يعني عارف أنت حضرتك يعني في مؤمرة كده نحس يعني مش هنقول مؤمرة ربنا يصححها للأم والبنت لكن أنا باتكلم في مسألة في معظم الأحوال المشابهة أو اللي بالوحب كلام حضرك صحيح على فكرة أو اللي بسمحها عند حضرتك في البرنامج على فكرة تدخل أهل تدخل الأهل بشكل غير إيجابي اللي هو تدخل أسرة المنشأ هي كانت المنبئ الثالث والمسبب الثالث من مسببات الطلاق عدم الرشد الله يكريم في التدخل ده كان المسبب الثالث من مسببات الطلاق لكن المسألة اختلفت دلوقتي اختلفت دلوقتي لكن ما يعنيش أن تدخل الأهل خرج من أنه بيتسبب في الطلاق أبداً ما زال حتى الآن أن تدخل الأهل أحد أسباب أحد مسببات الطلاق وأنا مش عارف إذا كان الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها عن تكلم عن ده فأنت لو حضرتك بتقول لي نحنا عن تكلم عنه أنا متابع لحضرتك وبسمع معظم الأسئلة معظم طيب يعني ده طلب من حضرتك أن نحنا نتكلم عنه أنا بسمع ومؤموك يعني جميل أو الأسئلة اللي بتيجي وحضرتك ورأيك ما شاء الله ربنا يسدد خطاك ويلهمك الرشد يعني في الإجابة طب خلينا نقول كده حاجة يعني بالزبط كده ما ينفعش أن أنت تسألنا وما نقولش حاجة للأهل أنا عاوز أقول حاجة بسيطة خالص ما ينفعش أن الأهل يفضلوا بيربوا أولادهم ويقولوا محدش بيحب أن حد يبقى أحسن منه غير أولاده آه وبعدين يسمموا حياة أولادهم آه ده بالعكس المسألة إحنا عندنا مسألة أساسية إن إحنا كده ما بنحلقش الحلقة اللي عتيجي يعني لكن ما ينفعش أبدا أبدا أن الأهل ما يقوموش بمساعدة الأولاد عشان يقطعوا الحبل السري اللي بينه ومو بين أهلهم لازم يتقطع الحبل السري عشان ده مولود جديد لو فضل مربوط بيهم حياته بتتسمم فإحنا لازم نتقن إن إحنا لما الأولاد يجوزوا إن الأولاد تقطع حبلهم الأسري حبلهم الأسري يعني يعني هم بقوا حياة جديدة ما ينفعش أخلي بنت تتحمل حياة جديدة وما تنفعش بنت تتحمل قوله صلى الله عليه وسلم اللي بيوقفها أمام مسؤوليتها والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعيتها وأتخيل إن البنت مسلوبة الإرادة وكل الأشياء هي في الحقيقة هي سورة وصدى لكل أفكار أمها ده مش صح وده مش دين على فكرة وفي قاعدة مهمة جدا 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 إن بر الولدين فيما يخصهم لا فيما يخصني ويخص قصرتي يعني لو أمي بتقول لي اعمل الحاجة دي والحاجة دي مضرة وتفصد العلاقة بيني وبين زوجتي أهزي له دماغة ومش أعمل غير الخير ومش أعمل غير الشيء اللي يصلح الزوجتي اللي يصلح العلاقة بيني وبين زوجتي ليه؟ لأن الشرع ربنا اللي أمرني كده لكن ما ينفعش أبدا إن أنا أخلط ما بين الأوراق وأقول كده وأقول أنا ما ينفعش عشان بر الولدين لا بر الولدين إن أنت لما تعوية تكون مريضة تكون حريصة عليها لما تكون محتاجة أموال وإنت عندك فضل ما لتديها هو ده بر الولدين بر الولدين إن أنت تسعديها لكن مش بر الولدين إن أنت تخريبي على نفسك أبدا ده ما لهش علاقة ببر الولدين ماشي يا سيد مصطفى والله أراني أراني أقول إن المفروض أقول إن الأم المفروض هي في الحالة دي تبر بنتها يعني وتحسن وتحسن تربيتها خلينا 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 نتكلم بالتفصيل عن ده لكن أظن الكلام اللي إحنا وإنه ده كلام مهم أنا عندي سؤال تاني معلش تاني بسيط نقطة بسيط قوي أنا عندي مركز صيانة أجهزة إلكترونية طي وتكدس عندي الخردة والأجهزة اللي أصحابها بيسيبوها بالسنين ومرة من المرات أو مرتين تلاتة يجايز مثلاً بلم الحاجات دي وأبيعها وأتصدق بتمانها اللي أصحابها مش ألوش عليها أو المسائل دي فيا ريت أنا مش عارف أنا سألت أكتر من جهة وأكتر من أقول لحضرتك تعمل إيه الحاجات يا سيدي دايماً لازم نعرف أن الحق قديم أنت لو ما عندكش مكان تخزن في الحاجات دي عادت تصدق بيها أسماء أصحابها بس هي ما زالت أمانة وما ينفعش تتصدق بيها غير بعد الوقت اللي عرفاً أصحابها ما بيجوش إليه وبدول أصحاب المهن بيبقوا عارفينها تكون دا الوقت دا والتلات سنين الوقت دا سنة الوقت دا سنتين فعرفاً ما بيش حد بيجي يسأل على حاجة بعد كده طيب وبعدين المسائل دي بقت محلولة بقت محلولة أن أنت تاخد الإجراءات اللي بيها تعرف أصحاب هذه الأجهزة وتقول لهم وتبلغهم أن بعد مدة معينة من ترككم للأجهزة دي أنا هتصارب فيها فيبقى عندك قاعدة بيانات أول حاجة قبل أي حاجة أول حاجة أن أنت تحدث عندك وسائل الاتصال بالناس فتحدث وسائل الاتصال بالناس ويبقى عندك المسألة دي قبل ما تتصرف في الحاجات دي تحاول بقدر الإمكان أن أنت تتصل بكل الأرقام فإذا لم يحدث إذا تصرفت وتصدقت بيها عليهم فده جائز ولكن تبقى أن الحاجات دي عندك أمانة فإذا عادوا أنت بذلك ترد لهم هذه القيمة أستاذ فاطمة من المنفية أهلا وسائل أستاذ فاطمة تفضل نعمة الحمد لله وحدك طيبة والصحة يعني أنا نسي دايماً أدوم على الدعاء أقول لحضرتك تلات حاجات ممكن تعمليها وإن شاء الله ربنا يجعلك قريبة من رضاه عايزة برضو يا شيخ تقول لي هل فيه دعاء لتليين القلوب لما كنت مثلاً كنت بتحب حده وفادها كرهك دخلت ما بيننا وما بين بعض المشاكل فهل فيه دعاء أقول لحضرتك حاضر أقول لحضرتك أقول لحضرتك حاضر طيب أول حاجة في المسألة دي عشان الإنسان ينور الرضا لازم يرضى عن مولاه فيبطل الاحساس بأنه هو مظلوم أو أنه هو ليه بيحصل له كده لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رضي فله الرضا فنرضى أشوف نفسي برضى إزاي لا أحب تعجيل ما أخر الله وما بيقاش تأخر ده أتأخر بس على في اعتقادي ولا أحب تعجيل ما لا أحب تعجيل ما أخر الله ولا أحب تأخير ما عجل الله يعني إيه اللي حاصل ما أولش يعني دي لو كانت أخرت شوية كنت عبقى أحسن نوقف ده نوقف هذا الحال آي بدي أول حاجة تاني حاجة أن أنا أكسر الحمد لله سبحانه تعالى وأتذكر النعم وأكسر الحمد ولازم يبقى عندي ورد للحمد ما ينفعش واحد مش من أهل الرضا وما بيحمدش ربنا على النعم اللي بين إيديه وثالث حاجة عشان أكون أنا راضي سبحان الله أكسر من خدمة الناس والتصدق فده يخليني يساعدني التلات حاجات دي على أن أنا أكون من أهل الرضا أما مسألة إيه الدعاء اللي نعمله ده في حاجات كتيرة لكن من ضمن الحاجات اللي بتلاين القلوب بعض الأوراد وبعض الصلاوات زي الصلاة كده التفريجية بتلاين القلوب وكمان زي حزب البحر كمان بيلاين القلوب فالحاجات دي بتساعد الإنسان بتساعد الإنسان أما إذا كنت عايزة شيء مجرب فقولي اللهم يا من أللت الحديد أسألك يا مولانا أن تلين قلب فلان حتى أشكرك على نعمتك فأكون لك في أمان وامتنان يبقى إذن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ننين هذا القلب عشان أعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنا آمن وممتن لمولانا سبحانه وتعالى يا سادة إحنا النهاردة كنا بنتكلم في حاجة في غاية الضق وهي مسألة إيه؟ مسألة كتيرة إحنا عملنا فيها كثير من المعوقات عشان نقدر نعيش ربنا أولادنا وبناتنا على حاجة إن احنا لازم ما ينفعش نتجوز إلا عن حب وحطنا لهم مفهوم الحب إن الناس تدوب في بعض فعملنا لهم من جوة إشكالية إيه هي الإشكالية؟ طب أنا لو جالي حد مش معرفوش أتجوزه آه هنتجوزه طب هل معنى كده إن أنا مش هينفع بيننا وبين حب؟ أبدا وبعض الناس لما قالوا إن الحب بيبتدي بعد الجواز هم أصدوهم إيه؟ إن فيه نوع من الحب هو الحب المهم هو اللي بتبدي بعد الجواز اللي هو حب إيه؟ الحب اللي بنقدر نعمله ونبنيه وحدة وحدة على طريقة حضرة النبي ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحاببتم الحب العشرة بقى الحب اللي الست دايما بتقول ما تعودش تكلمني وأنت بتهددني ما تعودش تقول لي كلام حلو وزي الراجل اللي يقول لها ما تقول ليش كلام حلو وأنت سايبة مسؤولياتك الحب الحقيقي اللي احنا بنعيشه بعد الجواز بحتاج الناس يكونوا متمرنين متدربين على إنهم يكونوا أمان لبعض على إنهم يهتموا ببعض على إنهم يحترموا بعض وعلى إنهم يمتنوا ويقدروا بعض يا رب الهمنا إن احنا نكون دايما من أهل الحفظ للمودة والرحمة فيكون أهلنا في حالة سكن وأمان يا رب الهبنا على الدوام إن احنا نفتح أبواب بيوتنا على السعادة بإن احنا نحب بعض ولكن حب يزيد مع كل لحظة من لحظات حياتنا طول ما احنا عايشين وطول ما احنا بنمر بالأزمات فسفينة بيوتنا بتنجو وتروح لشاطئ الحب لما كل واحد فينا يساند شريك حياته ويقوم بدوره ودايما كل واحد فينا بيمتن للآخر عن قيامه بدوره يا رب أكرمنا واجعلنا دائما من أهل المحبة ومن أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالمحبة على الدوام يا كريم يا أكرم الأكرمين